سأبدأ من هنا من رواية جميلة أقرأ عليكم من كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة لأحمد المستنبط وهذه الطبعة مكتبة نينوى الحديثة إيران طهران إنها الطبعة الثانية المصححة صفحة 13 في الصفحة الثالثة بعد العاشرة نقل الرواية عن كنز الفوائد وهو كتاب معروف للمحدث الكراجكي الرواية عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه من أن أبا حنيفة إنه إمام الأحناف من أن أبا حنيفة أكل معه أكل مع الإمام الصادقي فلما رفع الصادق عليه السلام يده عن أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك عندنا في أحاديثنا في الكاف الشريف وفي غيره من جملة آداب المائدة إذا ما أتم المرء طعامه فمن جملة الآداب أن يحمد الله وأن يقول هذا من محمد وآل محمد وإذا أردنا أن نتكلم بدقة فهذا من فضل إمام زماننا أعود إلى الرواية من أن أبا حنيفة أكل مع الإمام الصادقي صلوات الله عليه فلما رفع الإمام يده عن أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكة منطق حوزة نجف منطق أحزابنا الشيعية القطبية منطق أصحاب العمائم على المنابر هذا هو منطقهم منطقكم أنتم يا أيها المعممون الذين تتابعون هذا البرنامج في النجف وغير النجف هذا منطق مراجعكم ما هم أكلوا وشربوا من تلك العيون الكدرة التي نشأ فيها ومنها أبو حنيفة وأمثاله فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكة فقال عليه السلام قبل قليل قلت لكم إذا أردنا أن نتكلم بدقة فأن نقول هذا من إمام زماننا فنحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النعم وهذا العنوان ينصرف في أيامنا بشكل مباشر إلى إمام زماننا إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا هو منطق الكتاب والعترة الطاهرة مرت علينا الآيات في الحلقة الماضية من أن الله خير الرازقين هناك رازقون حقيقيون ورازقون ممدوحون فإن الله حين وصف نفسه بأنه خير الرازقين معنى أن الرازقين هم أخيار ولكن الله هو الأخيار كلمة خير في أصلها هي من صيغ التفضيل فأصل الكلمة أخيار على وزن أفعال أهل العربية يعرفون ذلك الله أخيار الرازقين ولكن العرب أسقطت الهمزة لأي سبب من الأسباب لكثرة الاستعمال للتخفيف مجاراتا مع لغة الحجازيين لأي سبب من الأسباب فصارت اللفظة خير حتى لفظة شر ففلان شر من فلان يعني أشر فإن الهمزة قد تلاشت على أي حال ليس مهما هذا فالله خير الرازقين يعني أن الرازقين أخيار مثلما الله أحسن الخالقين يعني أن الخالقين هم على حسن ولكن الله هو الأحسن ولذا قلت لكم من أن الله حين قارن نفسه لم يقارن نفسه مع خالق الأصنام مع أن الله في القرآن وصف خالق الأصنام بأنه خالق حتى فيما جاء في سورة المائدة في الآية العاشرة بعد المائة بعد البسملة فإن الله خاطب عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فإن عيسى كان ينحط طيرا من الطين فإن الله سمى عملية نحتي من عيسى ومن ذلك الذي يخلق الأصنام لأن تعبد من دون الله سمى الاثنين بتسمية الخالق مرت الآيات علينا في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيد الكلام فيها الأمر هو هو حينما تحدث سبحانه وتعالى عن عيسى فوصف عملية نحتي طير من الطين عملية صناعة طير من الطين على يد عيسى بأنها عملية خلق بعد ذلك عيسى كان ينفخ فيها وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن فمستحيل أن الله سبحانه وتعالى يقارن خالقيته حتى بالخالقية التي مدعها فهنا في هذه الآية سبحانه وتعالى يمدح عيسى ويمدح خالقية عيسى لكن لا قيمة لخالقيته إنه يأتي بطين فيصنع تمثال طير وبعد ذلك ينفخ فيه فأين يكون وجه المقايسة بين خالقية الله للحقيقة المحمدية ولعظائم ما خلقت الحقيقة المحمدية وأين هذا الذي يقوم عيسى بخلقه لا وجه للمقايسة فإن الله أحسن الخالقين الخالقون مدحهم بالحسن والجمال لكنه هو الأحسن وإلا ليس من المنطق أن الله سبحانه وتعالى يقارن نفسه بخالقين سيئين أو بخالقين مستوى الخالقية عندهم ضعيف كحال عيسى مع أن خالقية عيسى ممدوحة لكنها ضعيفة بالقياس إلى خالقيته سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون الخالقون الذين قارن الله نفسه بهم على مستوى عال من القدرة على الخلق ومن أنهم في أجمل ما يمكن أن يكونوا من هنا يأتي الكلام من أن الله أحسن الخالقين يأتي متناسبا مع المنطق ومع الحكمة ومع البلاغة ومع الذوق ومع التقديس والتنزيه له سبحانه وتعالى وإلا فإذا كانت المقارنة مع خالقين سيئين لا يصح هذا الكلام لا تصح هذه المقارنة أو كانت المقارنة مع خالقين ممدوحين كعيسى لكن مستوى خالقيته ضعيف وضعيف جدا بالقياس إلى مستوى خالقيته سبحانه وتعالى فهو الأحسن لأنه هو الذي خلق هؤلاء الخالقين وهو الذي أعطاهم القدرة على الخلق وفي الحقيقة إنما خلقوه هو من خلقه لأنهم كانوا علة وتلك العلة لخلق الخلقيات هي من خلقه سبحانه وتعالى بالضبط مثل ما يحدثنا أئمتنا من أن سجود الملائكة لآدم لم يكن لآدم كان لله صحيح أنهم سجدوا لآدم لكنهم سجدوا لآدم بأمر من الله فهو في جوهره سجود لله سبحانه وتعالى الملائكة سجدوا لآدم وفي الحقيقة هم سجدوا لنور محمد صلى الله عليه وآله الذي شع في آدم لكننا إذا ذهبنا إلى الجوهر العميق لهذا السجود هو سجود لله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمرهم بذلك فهذه الخلقيات في الحقيقة هي من خلقه صحيح أن الخلقيات صدرت من الحقيقة المحمدية لكن الحقيقة المحمدية هي من خلقه الحقيقة المحمدية خالق في أعلى درجات الخالقية وفي أجمل ما تجلى فيه في ذلك الخالق من الجمال الإلهي لكنها في جوهر الأمر مخلوقة فهذا الخالق أعني الحقيقة المحمدية فهذا الخالق مخلوق من هنا كان الله أحسن الخالقين والأمر هو هو في وصفه لنفسه بخير الرازقين وهكذا في ساعر الأوصاف الأخرى التي سأذكرها لكم أعود أعود إلى الرواية فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا فقال فقال إمامنا الصادق ويلك إن الله تعالى يقول وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله هذه الآية مرت علينا وهي الرابعة والسبعون من سورة التوبة حين حددتكم عن أن الإغناء من الله ومن رسوله الإمام طبقها على مصداق آخر وهذا يدلنا على أن الآية تتحدث عن مطلق الإغناء وليس في المورد الذي تحدثت عنه الآية في سورة التوبة فقال إمامنا الصادق لأبي حنيفة ويلك إن الله تعالى يقول وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقال أيضا إنها الآية التاسعة والخمسون من سورة التوبة وقرأتها عليكم في الحلقة الماضية وقال أيضا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال أيضا من نفس سورة التوبة من نفس الآيات التي قرأتها عليكم وقال أيضا وقال حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله فقال أبو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله باعتبار أن الإمام ذكر آيتين الآية الرابعة والسبعون والآية التاسعة والخمسون من سورة التوبة فقال أبو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت بالضبط كالحالة التي تعيشونها يا أصحاب العمائم وأنا أطرح الآيات بين أيديكم فإنكم تتفاجأون بهذه الآيات التي يمتلئ بها قرآننا حالكم كحال أبي حنيفة لماذا لأن المنطق الذي يتحدث به أبو حنيفة هو نفس المنطق الذي تتحدثون به لأن المنهج الذي تربى عليه أبو حنيفة هو نفس المنهج الذي تربيتم عليه لأن الثقافة التي تعلمها أبو حنيفة هي نفس الثقافة التي تعلمتموها من مراجع النجف من حوزة النجف الحكاية هي هي أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى تدبروا فيها وانتظروا جواب الإمام صادق ماذا أجاب أبا حنيفة حينما قال فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما أبو حنيفة أكل مع إمامنا الصادق فلما رفع الصادق يده عن أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكة فقال صادق صلوات الله عليه ويلك إن الله تعالى يقول وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقال أيضا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال أيضا وقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فقال أبو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت فقال فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه بلى بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أنتم أشباهه يا مراجع النجف وأنتم يا أصحاب العمائم من وكلائهم من معتمديهم من خطبائهم أنتم في هذه الدائرة هذا هو حالكم ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أمير المؤمنين يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر أنتم تقرؤون القرآن من دون تدبر وحتى إذا ما تدبر أحد منكم فيه بأي معطيات بأي مفردات يتدبر تتدبرون بحسب ما تعلمتم من مراجع النجف الذين نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري مثل ما يفسر الوائلي ومثل ما يفسر خطباء النجف ومثل ما يكتب محمد باقر الصدر وطباطبائي و و على طول الخاط الجميع منذ زمان الطوسي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا على نفس هذا المنهج الأخرق الضال الإمام يقول له بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الرين هو القذارة الأئمة هكذا قالوا لنا من أن حديثنا يحيي القلوب من أن حديثنا حياة القلوب فإنه يزيل الرين عن القلوب مثل ما يزيل الصيقل الرين والصدأ عن السيف قلوبكم قد غطاها الرين هي بحاجة إلى حديث أهل البيت كي يزيل هذا الرين عنها هذا هو الذي أفعله في برامجي في قناة القمر فلماذا تحاربونني لماذا تريدون القضاء على قناة القمر لماذا تريدون قتلي لماذا تشوهون سمعتي لماذا تقفون فيما بيني وبين أن أوصل الحقائق إلى أشياع محمد وآل محمد إذا كنتم لا تريدون أن تنصروا الحق فلا تنصروا الباطل قفوا على جانب لماذا تنصرون الباطل لماذا تحاربون الحق إذا كانت الدنيا وشهواتكم وطلبكم للرئاسة الدينية في الدنيا إذا كانت بطونكم وفروجكم تضغط عليكم فلا تستطيعون أن تنصروا الحق فلا تحاربوا الحق لا تحاربوا الحق ولا تناصروا الباطل على الأقل حاولوا أن تجاملوا الباطل وأن تتقوا شرة كونوا كالبهائم كونوا كالبهائم هذا أفضل حل لكم كونوا بهائم مثل ما خاطب إمامنا السجاد العراقيين حين دخل إلى الكوفة بعد أن سبية العائلة ودخل موكب السبيل الحسيني إلى الكوفة وتراكض الكوفيون يقولون يا ابن رسول الله مرنا بأمرك فماذا قال لهم الإمام كونوا لا لنا ولا علينا ب لهجتنا الشعبية العراقية أكفونا شركهم خلصون أكفونا شركهم أكفونا شركهم لا نريد نصرتكم قفوا على جانب أنتم بهائم فابقوا على حالكم يا أيها البهائم وأنا أقدم لكم هذه النصيحة كونوا بهائم لا تنصروا الحق كونوا بهائم تأكلون تشربون تتسافدون كالبهائم والحيوانات التسافد يعني الممارسة الجنسية تتسافدون تأكلون تشربون كالبهائم كالأبقار كالعمير لماذا تحاربون الحق كونوا بهائم وحق الحسين هذه نصيحة مجانية صادقة لماذا تحاربون الحق دعوا الحق يتحرك بين شيعة أهل البيت علهم يعرفون عقائدهم الصحيحة علهم يتخلصون من ضلال مراجع النجا لماذا تحاربون الحق كونوا بهائم انشغلوا بطعامكم بشرابكم بممارساتكم الجنسية ولا تقفوا في وجه الحق ما هم نفس المراجع يصفونكم بأنكم بهائم هم يقولون عنكم بأنكم بهائم فكونوا بهائم من دون أن تواجهوا الحق يا أيها البهائم الإمام الصادق يقول لأبي حنيفة بلى 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 قد قرأتهما وسمعتهما وهذا بالضبط هو حالكم وحالي معكم ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك لأنكم دائما تقولون من أين يأتي بهذه المعاني كيف يرتب هذا التناسق بين الآيات والأحاديث أنا لا أصنع المعجزات المعجزات يصنعها حديث محمد وآل محمد السر في حديثهم السر أنني أحاول أن أتمسك بدينهم وأنتم تتمسكون بدين أبي حنيفة وأشباهه فدينكم دين الشفعي ودين أبي حنيفة ما هو بدين علي وآل علي هذا هو الذي عليه مراجع النجف منذ الطوسي الشافعي منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين وهم يتقلبون ما بين الأشاعرة والمعتزلة يأخذون منهج الرجال من البخاري ويأخذون علم الأصول من الشافعي ويأخذون العقائد من المعتزلة ويأخذون الأخلاق والسلوك إلى الله بحسب ما يقولون من الصوفية من ابن عربي ومن الغزال ما هذا هو واقعكم وكل الكتب التي في حوزتكم مصادرها هي كتب هؤلاء وقد تحدثت عن هذا كثيرا وبالوثائق والحقائق والدلائل والدقائق عدوا إلى برامجي إذا لم تكونوا قد اطلعتم عليها هذا هو حالكم كحال أبي عنيفة بلى بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها قلوب مخفلة أتعلمون أين هي المفاتيح المفاتيح عند الحجة ابن الحسن زرارة يحدثنا والحديث في الكاف الشريف هنا في الجزء الأول عن باقر العلوم ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته المفتاح هنا الصناديق هنا والخزائن هنا والأبواب هنا والمفاتيح هنا إلى أين تذهبون إنكم تذهبون إلى أبواب النواصب أتحدث عن نواصب النجف إنهم نواصب الشيعة أتحدث عن المراجع البتريين في النجف الذين بتروا دين الله بتروا بيعة الغدير بتروا كتاب الله بتروا إمامة فاطمة بتروا ذكر علي من الصلوات الواجبة بتروا ما بتروا هؤلاء البتريون ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون زوال هذا الرين بحديث العترة الطاهرة حديثنا حياة القلوب حديثنا جلاء القلوب فإنه يجل الرين عن القلوب مثلما يجل الصيقل الرين والصدأ عن السيوف هذه الحقائق بيّنوها لنا في كلماتهم أسألكم بالذي تعبدون لا أدري من تعبدون ما هي عقيدتكم في التوحيد لا أدري إنكم تعبدون كائنا متوهما من أوهامكم فإنكم لا تعرفون التوحيد بحسب منهج العترة الطاهرة لأن حوزة النجف لا يوجد فيها توحيد بحسب منهج العترة الطاهرة التوحيد الموجود في كتبهم العقائدية إنه توحيد الأشاعرة والمعتزلة توحيد مسخ جاءوا به من نواصب سقيفة بني ساعدة فأنا أسألكم بالذي تعبدون لا أدري تعبدون من بالذي تعبدون بالذي تقدسون أليست حالكم هي هذه التي تتحدث عنها هذه الرواية والله هذا هو واقعكم مو إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خير أنا واحد منكم ما أنا قد جئت من بلد بعيد ولا أنا من مذهب بعيد أنا واحد منكم كما قلت لكم إحنا أولاد القرية وكل من يعرف خير نذهب إلى فاصل